كمان اتكلم السيد الرئيس عن اهمية الرقمانة قال سيادته انه عدم وجود رقمانة للدولة ده خلانا مش شايفين الوضع كويس وكمان بياناتنا مش واضحة وبالتالي اصبح فيه واقع مش دقيق ومش مزبوط ودرب السيد الرئيس مثال على ده بانه فيه بطاقة فيلمينيا باسمه بطاقة تموينية وبيتصرف بيها تموين علشان كده الرقمانة اللي بتتعمل دلوقتي هدفها انه يبقى كل البيانات الخاصة بالمجتمع صحيحة وكل واحد ياخد حقه الوضع اللي احنا شايفينه او اللي تم عرضه ده وضع تشكل على مدى 50-60 سنة وحلمنا ان احنا نخلصه في 4-5 سنين او 10 سنين حتى ده فضل كبير جدا من ربنا لو ايه لو قدرنا نعمله بس انا عايز اقول لكم جزء كبير من القضية اللي اتعملت دي هي مرتبطة تماما بالنمو والسكان بالنمو والسكان الدكتورة نيفينوها بتتكلم على حاجتين قالت عليهم كلمة على ذو الاعاقة وكلمة على تزبيط بطاقة التنوين وانا عايز اقول لها واقول للمصريين وهم بيسمعوني عدم وجود رقمنا للدولة المصرية خلنا مش شايفين كويس وكلام ده استمر سنين استمر ايه سنين بياناتنا مش واضحة وبالتالي حصل استقرار استقرار لواقع مش دقيق استقرار لواقع مش مزبوط استقرار لواقع في كتير من عدم الفساد الحد اللي انا بقولي الفساد بدليل وانا قلت الدكتور مصطفة ببقولي الحكاية دي قبل كده اقولها دلوقتي ولا ها قلتوا انا اللي ابطاقة في المينيا باسمي بيصرب بيها والله انا بتكلم بجد بيصرب بيها الكلام داوت وفي ناس موجودة ما بتاخدش البطاقة فعلا وهي مش عايزاتها صحيح لكن هي متعرفش ان البطاقة ايه اصدرت لا مستخدمة في حتة تانية في اماكن اخرى فالرقمانة اللي احنا بنوصلها انا بس بقى عشان الدكتورة نيفين يعني الرقمانة اللي احنا بنوصلها الهدف منها إن أنا أبقى شايف كويس ومصنف المجتمع كويس عشان أعطي البلد تعطي تعطي كل إنسان حقه دون هدر لأن تشكلت خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا أوضاع ممارسات عرفت الناس تستفيد من من الدعم والإجراءات اللي كانت ماشية بالطريقة دي لأن إحنا لم يتواكب تطور المجتمع وتطور الحدثة اللي جدي عشان نقدر نزبط ده إحنا لما وقفت الموضوع ده من سنتين قلت إن وقفوا لغاية لما نقدر نتأكد ونتطمن إن البيانات بتاعتنا درجة جودتها جودة عالية جدا جدا موسوق فيها عشان ما نظلمش الناس وعشان نعطي الناس حوة